أشهد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بأمر سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بالغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم وأكد الحواج أن أمر سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء سيكون له الأثر الإيجابي البالغ على المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين بما يدفع بزيادة الاستثمار والتطوير ومشاريع البناء في مختلف القطاعات بمملكة البحرين موضحا أن هذا الأمر سيسهم أيضا في تنشيط حركة التداول العقاري والبناء وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في مملكة البحرين ويحفز بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال في مجال التنمية العمرانية هذا وأشر الحواج إلى أن أمر سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء يأتي ضمن إطار توطيد الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد والشريكة في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية وتعزيزا لدوره في دعم النمو وتوفير الفرص النوعية للمواطنين كأولوية من أولويات برامج واستراتيجيات الحكومة ترجمة نانسي قنقر